لكن هناك من يقول أن هذا الفتح باب الترشيح جاء تكريما للحزب الديمقراطي الكردستاني لأنه مرشحه الأصلي قد استبعد بمعنى فيه قرار الترشيح فيه مجاملات ويقدم دليل على هذا يقول لك عدد 23 مرشح ما الغاية لفتح هذا الباب؟ كيف ترد؟ والله حبيبي أستاذ نجم صدقني لو الحزب الديمقراطي الكردستاني بهالقوة وبقدرة التأثير على القرار السياسي والقضائي بالعراق بحيث يجبر المحكمة الاتحادية تطلع قرار لصالحة كانت الأمور تختلف لا حتيت على مجلس النواب الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس على المحكمة على المجلس لا نحشي على قرار المحكمة الاتحادية لا لمجلس النواب لا لا أقصد فتح باب الترشيح من قبل مجلس النواب الآخرين فهموا أنه هو هذا القرار لصالح الأخوة الكرد في الديمقراطة الكردستاني بعد استبعاد مرشحهم لماذا لا يكون 23 الموجودين يكفون حبيبي الله انطعنا عقل وحرية تفكير حتى كل واحد من عندنا يخراب كيف اللي يخراب مثل ذاك الوقت عفي عليه واللي يخراب شكل مخالف أيضا عفي عليه أنا ما عندي تعليق على هذا الموضوع ما عندك تعليق الحملية صارت وال24 شخص قدموا يعني ليش نحصلها بس بالديمقراطة ممكن